اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها بالنسبة لموليد برج الميزان اكثر اشي رح يتركز عليه هذا الشهر هو امر الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية ولكن المشكلة ان الشمس لما بتكون مقابل الميزان مباشرة هاي يعني معاكسة معاكسة سلبية ومربكة واللي عنده قضية او مسائل قضائية رح يلاحظ انه فيه تطور وممكن تتفاجأ بعدو او بخصم بشكل مفاجئ وبيكون فيه عرقيل وتاخير ممكن يسبب لك ردات فعل مش منيحة لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك حتى لو فيه حد استفزك اهم اشي انك ما تخالف القوانين بدك تدير بالك من خصم متخفي وراء صداقة او شراكة وانتبه من الاصدقاء المزيفين ممكن يوضعوك بمشاكل قاوم يولك السلبي ومشاعرك السودة اهمش انك ما تنتقد ولا تنقل كلام ما تتعجب اذا انقطعت العلاقة مع صديق او مع حبيب صحيح انه مش كل الشهر سلبيات بس حبيت انه انبه للاخطر وخصوصا الامور السلبية قبل احسنها ممكن تبدأ بوظيفة جديدة او ممكن انك تحصل على ترقية وفيه من برج الميزان ممكن يخطبوا او يتجوزوا وممكن يكون فيه صفقات او تطور في العمل او في الشراكة اكثر ايشي بتركز عليه هذا الشهر هو موضوع السفر والاتصالات والقضايا القضائية هاي بشكل ايجابي مع امور الشراكة المالية والعاطفية ولكن بعد تسعتاش الشهر بتكون الفترة تحسنت وراح تلاقي انه فيه تسوي وفيه حلول لكثير من المشاكل وممكن ترجع عن قرار التخطو او ممكن تنسحب او تغير مسارك ولكن على الارجح رح ترجع او تتحرك لصداقات او معارف ما كانوا صادقين اتجاهك وراح تظهر بعض المسائل المصرفية او البنكية او الاستشفائية او القانونية لازم تهتم فيها وبدك تضبط اعصابك اثناء التعامل مع احباك مهما كانت الظروف صعبة حاول انك انت تضبط اعصابك اثناء التعامل مع احباك اما بالنسبة للخارطة الفلكية في البيت الاول يعني بشوف انه متقلب الشهر هاد رح يكون على اكثر من وجه فيه ايام او فيه فترات رح تكون ايجابية رح تشوف انه شخصيتك قوية جدا وعندك قدرة على انك تتحدى اي شيء ممكن انه يعكر مزاجك وفيه فترات رح تكون انت فيها محبط ولكن هاي الفترات ما رح تكون كثير يعني مدتها من خلال الشهر يعني كله على بعضه ممكن تيجي هي مجرد سبع ايام او ست ايام خلال الشهر الاغلب رح يكون هو من النوع اللي انت بتكون عندك ارادي او عندك قوة او عندك عزيمة ما رح تكون اسوأ من الشهر الماضي اجمالا يعني ما رح يكون اسوأ من الشهر الماضي ولكن هذا الشهر لانه المقابلة هاي اللي بتصير دائما بصير فيه ضعف في الطاقة فعشان هيك الواحد بدخل فيه نوعية من الحيرة او نوع من انواع التقلب في المزاج اما بالنسبة للبيت الثاني اللي بتعلق بالمال والمصاريف بشوف انا برضو نفس الشيء انه عندك انت فترات يعني زي الاسبوع الاول مثلا بيكون فيه فرص وفيه حضوض وفيه امكانيات للحصول على اموال بعدين بتمر عليك فترة طويلة هيك متقلبة يعني وايام معك ايام ضدك ايام فيه مصاريف ايام فيه فوتير وبعدين بترجع الامور بتشتد لصالحك بيصير فيه فرص ولكن عادة هاي الاموال ما بتيجي هيك من السماء بتنزل على الواحد هاي بتيجي دائما من خلال عمل اضافي او امور الها علاقة بالصفقات التجارية او الاشياء اللي ممكن يكون فيها نوع من انواع الارباح السريعة ولكن تتطلب منك انه انت تقلل من مصاريفك اما النشاط الواضح رح يكون هو على البيت الثالث البيت الثالث اللي له علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالمراسلات بالامتحانات بالمؤتمرات باي اشي له علاقة بالنشاط الفكري او اي اشي له علاقة بالاتصالات والمواصلات رح يكون عندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الاقناع عالية جدا ممكن تخوض اي تجربة اي مقابلة اي شيء تفرض حالك بكل سهولة عندك قدرة مثلا على التسويق على الاقناع على اي شيء يعني شيء رح يكون مميز جدا في منك رح يهتم في امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات اللي بيشتغلوا في مجال الهواتف او السيارات رح يبدعوا هذا الشهر وفي منك ممكن يشتري سيارة او ممكن انه يستبدل سيارته في منك ممكن يشتري جهاز هاتف اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه الامور بتكون يعني جيدة على مستوى البيت ولكن انه ما رح تكون جيدة ببداية الشهر رح تكون بعد عشر الشهر الامور كلها لصالحكم على اتجاه البيت في منك ممكن يغير مكان سكنه في منك ممكن يغير العقار اللي هو فيه ممكن يستبدله او يحدث له نوع من انواع التغيير او تصليحات او ترميمات او اشياء الليها علاقة بالديكور اللي بيشتغلوا في مجال العقارات في هاي الفترة بتبلش تنشط الحياة عندهم بيبلش فيه نوع من انواع الفوائد اللي لها علاقة بالامور اللي لها علاقة بالعقارات او بالسكن رح يكون فيه نوع من أنواع التناغم أو التفاهم على مستوى الإخوة على مستوى البيت على مستوى الأهل على مستوى النقاشات والتواصل بينك وبين الأهل في منك أشخاص اللي خصوصا من اللي ساكنين أو مهاجرين برى البلد ممكن أنهم يرجعوا لأرضهم الأم أو يزوروها أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أن الأمور ما رح تكون قوية على المستوى العاطفي ولا على مستوى الحظوظ فعشان هيك الفترة هاي ما تغامر بالحظوظ نهائيا بدك تتعب عشان تحصل على الشيء أصعب فترة رح تمر عليك هي تقريبا آخر تقريبا أسبوع رح يكون في حدية واضحة بالتعامل مع الحبيب في منك ممكن يخسر الحبيب فعليا في منك ممكن تنتهي علاقته هو وشخص بعز عليه ولكن أنه يحاولوا قدر الإمكان بما أنك تنبهته أنك تمسكوا عصابك عشان الأمور ما يصير فيها نوع من الخسارات أما بالنسبة للبيت السادس فهو برضو يعتبر من أقوى البيوت ليش؟ لأنه هذا بيت له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك هذا البيت بعزز أمور كثيرة إلها علاقة بالتجارة إلها علاقة بإنجاز الأعمال في منك ممكن ينقبل بعمل جديد أو يغير مكان عمله أو ممكن يترقى في مكان عمله ولكن بده ينتبه أكثر إشي بدك تنتبهه للصحة يعني ممكن تتقلب الأوضاع في لحظات معينة فمنك يهتم بأموره الصحية بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فأنا شايفه يعني تقريبا فيه نوع من أنواع الإيجابيات ولكن يبتيجي كل يوم مثلا مدة ساعتين ثلاثة يعني متقطعة أيام بسيطة اللي بتيجي كاملة إلها نوع من أنواع الدعم على مستوى الشراك المالية والعاطفية فيه نوع من أنواع التواصل بينكم وبين الشركاء ممكن هذا الإشي يسبب نوع من أنواع الفجوات أو الروتين القاتل اللي بصير بين الأزواج عشان هيك حاولوا أنكم تطلعوا من هذا الجو وحاولوا تكسبوا قدر الإمكان من هذا البيت أما بالنسبة للبيت الثامن اللي هو بيت الأموال المنقولة أو المشتركة فإحنا منحكي أنه يعني في بعضكم ممكن يطالب حقوق إله أو ديون إله على أشخاص فيه منكم ممكن يحصل هاي لديون وفيه منكم ممكن يطالب بميراث أو موضوع ميراث وممكن يصير فيه إيجابيات ولكن بدكوا تتابعوا الأبراج اليومية عشان تعرفوا أقوى الأيام هاي لأنه ما رح أقدر أذكرها لأنه يعني مفرقة وإذا نقلتها أو حكيتها يعني رح تتخربطوا كثير فيها وهذا بدعم على مستوى المال وفي نفس اللحظة بعزز أمور إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة يعني كل الأموال أو اللي بتيجي في هذا البيت هي أموال ما بتعود لكو هاي بملكها أشخاص وبترجع لكو يعني مثل قروض البنك أو الأمور اللي هي السلف أو الأمور اللي إلها علاقة بأموال مستردة مثل الميراث أو مثل ضريبة أو مثل بوليس التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو رح يكون فيه نشاط على مستوى الامتحانات أو على مستوى الاتصالات والمواصلات على مستوى السفر على مستوى القضايا القضائية ولكن كلها رح تتفاجأ أنها كلها رح تكون إيجابية فيه فرص كثيرة رح تنفتح فيه مجالات إلها علاقة بالسفر البعيد أو ممكن أن يصير فيه نوع من التواصل الخارجي لدعم معين ممكن يصير مشتريات خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير رح تكون إيجابية ودعمة لإلهم بشكل كبير هذا الشهر أما بالنسبة للبيت العاشر واللي هو علاقة بالأعمال أو العمل مع المؤسسات الكبيرة فأنا بقول لك أنه أول أسبوع ما رح يكون أو أول تسع أيام ما رح يكون فيها قوة ولكن بعد التسعة أيام هدولة تدخل في مرحلة قوية جدا إلها علاقة بالأعمال مع الشركات الكبيرة فمنكم ممكن يتوظف أو ينقبل في عمل مؤسسة كبيرة ممكن بعضكم يترقى في العمل أو يوصل لنتيجة أنه يصير في أمور إيجابية عنده في عمله نوع من أنواع التفاهم والتناغم ما بينك وبين الزملاء ورؤسائك بالعمل لدرجة أنه ممكن شركات تعرض عليك عروض هذا الشهر لأجل أنه أنت تشتغلوا معهم أو ممكن يصير شراكة بينك وبين أشخاص وخصوصا أشخاص أجانب لعمل شركة أو تأسيس مشروع معين أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات والأصدقاء فهو روتيني عادي في بعض الأيام رح يكون فيها نوع من أنواع المشاحنات أو الغضب بينك وبين أصدقائكم ولكن بحذر أنا من آخر أسبوع آخر أسبوع ممكن تنكشف عندك صداقة معينة أو أشخاص كنت تتعامل معهم ينكشفوا أمامك فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع القطيعة ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ما بينك وبين أشخاص بينك وبينهم علاقة طويلة راح تكتشف أنه فيه أشياء مزيفة أو راح ينكشف أمامك أشياء أنت ما تكونت تتوقعها أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب بما أنه آمن معناته أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال هذا الشهر وفيه أمور راح يعني تحيطك بأشياء أنت ما راح تكون تتوقعها فيه أشياء ممكن تكون معركسة عليك أو صعبة عليك تجد الحلول بتجيك بطريقة ممكن أنت يعني تنصدم من كيفية وجودها راح يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام بشخصك ممكن رياضة ممكن برنامج غذائي ممكن أشياء لها علاقة بالطب البديل أو الأعشاب أو خلطات معينة تهتم فيها لأجل تدعيم حالك يعني فيه أشياء إيجابية راح تكون هذا الشهر وفيه أشياء سلبية حاول أنك تأخذ بالإيجابيات وحاول أنك تحتاطوا من السلبيات هيك بكون أنا انتهيت معك من توقعاتنا لهذا الشهر والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء